السلام عليكم أخوتي و أخوتيتي و مرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي و ممكن العادة أخوتي دايما نشيركم معكم أخبار عندها علاقة بالجزائر ولكن أيضا الحب و نديركم ثقافة عامة و أخبار ما يحدث في العالم لذا في هذا الفيديو أخوتيح تستفادوا بزيف عدنا عن تحتي على فضيحة كبيرة جدا الآن في إسرائيل وتسريب ملفات خطيرة جدا عن نيتنياهو الآن بدأت الاتهامة تتطير الضربة الأول كانت الجزائر محل الاتهام لأنه عدنا بعضا لقراسنا ليهدوا باختراق أجهزة و حسابة نيتنياهو لكن لاحقا تبين أن الأمر ليس هكذا و دخناتكم التفاصيل أخوتي أيضا المروك أمنو للاحو أخوتي يسرق صور من الاستعمار الفرنسي في الجزائر و يقول باللي ملف الذاكرة هذة عن مروك أمر غبي و غريب في نفس الوقت أحفاجأكم أيضا بالأخبار راح أشاركم معكم مواضيع أخرى فمثلا تم الآن عرض مشروع قانون مالية لسنة 2025 سيتم عرضه أمام نواب البرلمان و راح نعطيكم باختصار خاتي و النقاط لها مالجة فيها هذا المشروع و ما الذي سيستفيد منه الشعب الجزائري من هذا المشروع هدنا بعض المشاريع الأخرى مثلا أكبر مشروع لتحويل المياه في الجزائر و في إفريقيا أيضا الآن في الأخبار غضب كبير من الحكومة الإسبانية حيث تم مهاجمة سيارة بيدرو شانسيزا من طرف الإسبان كما كم تشوفوا خاوتي و كسروها قاعدوكم نقولوكم عليه كما كم تشوفوا هذه هي أبرز عنا من الأخبار اليوم طبعا نزيت حدنا بعض المواضيع أخرى فمثلا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي شنغري حيستقبل رئيس أركان الجيش الهندي والمزيد من الأخبار والتفاصيل والمواضيع الهامة بسحق من أن نبدأ خاوتي في كل الأمور هذه ما تنسوش الله يحفظكم تشتركونا خاوتي في القناة تعالى باكم الاشتراك بتاعكم رح يدعمنا بزيف ستعالى مؤخرا يعني كان قصة تفاعل الفيديوهات أنا مش عفلة الرماركيت وخاوتي ما وصلتكمش البارح لهذا خاوتي الله يحفظكم نحتاج دعم بتاعكم الآن اشتركونا في القناة بلما نطول عليكم يلا لتفاصيل الأخبار مؤخرا يعني كانت هناك زيارات مكثفة لمسؤولين وقاعدة كبار جدا من الهند للجزائر شفنا الرئيسة على الهند بنفسها جاءت للجزائر وهو أمر يحدث لأول مرة يعني أول زيارة رئيسة هندية في الجزائر أيضا هذه الزيارة مكانتش فقط من أجل تعزيز الصداقة لا كانت من أجل عقد صفقات ضخمة سواء في مجال المحروقات والاقتصاد ولكن أيضا في مجال الدفاع خليني نقول لكم أخوتي بلي الهند مش عافقل هي خامس أقوى جيش في العالم يعني أقوى بلد في العالم لأنه الهند تمتلك أسلحة نووية وعندها حتى سوريخ محلية الصنع رغم أنه الشعب الهندي عايش حاشكم في البراز لأنه عندهم جهش سيستم تاع سينيسمو يعني يستملي ستمية مليون هندي عايش كما هقليك ولكن هما فهموا خوتي بلي الأمن رح يكون أقوى سلاح بالنسبة لهم ورح يكون أكثر شيء ضروري بالنسبة لهم على الغذاء ولأمور أخرى لهذا الهند تقوم بتحزيز جيشها ويعطائه أهمية كبيرة جدا الآن خوتي رئيس أركان الجيش الفريق الأول تعل هند آنيل شوهان راه جيلي الجزائر حيث استقبل من طرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي شنغريحة عفوا رح يستقبلوا شنغريحة سيكون الأمر بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي الطرفين قال لك استعرضا مجالات في التعاون العسكري وكذا سبول تعزيزه وتطوير التعاون والتنسيق الأمني في مسائل ذات الاهتمام المشترك من بينها ربما شراء الجزائر بعض السواريخ من الهند فمثلا عندنا ساروخ براهموس اللي يعد من أخطر السواريخ في العالم قادر الجزائر تشري منه ولا يمكن حتى ناقل تكنولوجيا صناعة هذه الأسلحة للجزائر دمون شراءكم أخوتي في هذا الموضوع نقولون نراكم في التعليقات في الخبر الآخر وحنا هضروا على مشروع قانون المالية ذكروا الأخبار الأخرى تحت سريبات ملفات الشخصية لليتنيا وما الذي حدث في هذا الموضوع وإيضا سرقة المروك للصور ملفات الذاكرة الجزائرية نبدأ بقانون المالية لسنة 2025 كما نباكم أخوتي على الشعب الجزائري تلقى هقاعتك يستنى وش رح يكون في مشروع قانون المالية للعمل المقبل لأنه هكذا الشعب رح يعرف إذا ستكون هناك زيادات في المعاشات ستكون هناك زيادات في النفقات في المشاريع يعني في المدن وكل هذ أمور هل ستسمح الدولة باستيراد المزيد من المنتجات لتحتاجها البلد قانون المالية هو اللي لخص لك كل شيء طبعا قد تكون هناك قانون المالية تقديمي أظن يسموه لو لا منعش يسموه أخوتي لي عدلوا فيه بعض البنود بس أشوفوا معي أخوتي يجي فيه باختصار قل لك تم ذكر آتي السعر المرجع للبيترو سيكون 60 دولار للمير رغم أن أخوتي الآن سعر الدولار رحي في وقت 73 دولار ولكن أخوتي السوق يطلع ويهبط ماله بالإحتياط الجزائر دارت بلي قانون المالية دار بلي السعر للبيترو حيكون 60 دولار للبرميلة قل لك بولوغ إرادات الميزانية 523 مليار 9.18 دينار أي ارتفاع بنسبة 3.5% مقارنة بـ 2024 تحسن مدفوعة قل لك مدفوعة بتحسين الإرادات الجبائية بنسبة 9% توقع ارتفاع إرادات الجبائية من 8 ملاير و131 مليون دينار في توقعات الإغلاق لسنة 2024 إلى 9 ملاير و156 مليون سنة 2025 نروح الأهم توقع تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 4.5% توقع استمرار الاحتياط الصرف باستثناء الذهب في الارتفاع منتقلا من 8.99 مليار دولار أمريكي في نهاية 2013 إلى 71.78 مليار دولار في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024 يعني احتياط الصرف الجزائري ارتفع من هكا إلى هكا ومازال يزيد يرتفع بإذن الله أيضا أكد وزي المالية أن مشروع قانون المالية سنة 2025 اقترح عدة تضابير هامة تشمله دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن تعزيز الامتثال والشمول الجبائي توسيع الوعاء الضربي والتعبئة الموارد تبسيط وموائمة الإجراءات حسابات التخصيص الخاصة تبسيط ومشروع قانون المالية لأنه يجي فيه كتاب ومش يسطر ولا سطرين تبسيط ومشروع في هذا الموضوع ما هي الأمور لكم التمنيين تدخل في قانون المالية صراحة أنا شخصا يا خوتي أنا متمنى الدولة تدير قوانين حول السماح باستيرات السيارات الأقل من عشر سنوات وأيضا تخلي الدولة السيارات تدخل لأن الجزائرات تواجه الآن أزمة كبيرة واللي بأن هذا الأمر ما هو مشكلة خلينا نقول لكم خوتي باللي نعم هو مشكلة كبيرة الآن روحوا خوتي الإسرائيل حيث كانت هناك فضيحة كبيرة جدا هذا الفضيحة خوتي فيما تمثلت تمثلت في تسريب يعني تسريب ملفات هامة جدا على المستشار نيتنياهو إذا لكم شوفين خوتي أمريكا هي بنفسها فضحة نيتنياهو نعم خوتي أمريكا كانت لديها ملفات مهمة جدا عن هجوم إسرائيل على إيران يعني هذا الهجوم كانت تمسطراته إسرائيل الوقت اللي راح يتهجم فيه كيفية الهجوم الأسلحة راح تستخدمها توقيت الهجوم طريق الهجوم مكان الهجوم كل هذا كانت مسجلاته أمريكا في واحد الورق ولكن هذو كل الورق تعرضوا للاختراق ويعني خلاص تم كشفها الآن للعالم ما لخوتي هل درت إسرائيل ذلك الهجوم الغابية على إسرائيل ما خمش ما بتبدأ للخطة إيران كانت تعرف قاعتك الحركة التحى وبالتالي قدرت تتصدى لقاعتك السواريخ ولا سيروخ قدر يهبط الآن طبعا إسرائيل غضبت واتهمت أمريكا ولكن بدأت التحقيقات الآن تندير وعرفوا مش كون لي سرب هذه المعلومات الخطيرة جدا يبدو أنه كان هناك مستشار والمستشارين لدى نيتنياهو من مكتبه قاموا بتسريب هذا الموضع شوفوا لكشفت وسائل إعنام عبرية الأحد أن جهاز الأمن العام الشابك اعتقل ربعة أشخاص بينهم متحدث باسم رئيس المزراء في قضية تسريب الوثائق الأمنية من مكتب نيتنياهو وقالت صحيفة هارتس الخاصة الجمعة أن متحدثا في مكتب نيتنياهو سرب لصحف أجنبية معلومات ووثائق بعضها مجرد أكاديب والبعض الآخر وثائق أمنية خطيرة جدا وحساسة وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مساء لأحد أنه بعد أن قررت محكمة الصلح بمدينة ريشون لتسيون وسط رفع الحظر عن النشر سمح بالكشف عن اعتقال أربعة أشخاص في قضية التسريب الأمنية هنا خوتي واش نقدر نلاحظه وهنا طبعا تم كشف اسمائهم نقدر نلاحظه خوتي بلي النظام هذا تاعة إسرائيل نظام فوضوي كثير من الأمور تندير بدون موافقة الأعضاء أحيانا يخرجوا أطراف على أطراف أخرى وما يتفهموش وخلون نتنياهو وحده في المكتب كثير من الأمور تحدث مثل هذه فمثلا خوتي قضية استشهاد السنوار أنه للجيش الصهيون يكتل السنوار كان حاب يخلي الأمر سري ولكن لغباء الجنود التحهم فور قتلهم السنوار بدأوا يصوروا فيها وبدأوا يحطوا الفيديوهات هذهك مما جعل من السنوار بطل العام يعني الآن الكل أصبح يهلل باسم السنوار بعد المشاهدين شافوها حتى الناس اللي كانوا يكرروا في فلسطين شافوا ذلك المناظر حسبوها يعني مناظر من فيلم السيد مبليسي راح يموت الرمق الأخير وزيد لاح العصى أيضا هذهك الفيديوهات كشفت أكاذيبهم اللي كانوا يقولوا بالسنوار رهم خبي واسط الأسرة والتضح أن السنوار كان دايما يحارب فوق السطح عكس ما كانوا يقولوا يعني بسبب الفوضى اللي عندهم مقدروش ينسقوا مع بعضهم كيف يديروا والآن رأي تحدث تسريبات كبيرة في الحقيقة في الأول كانت هناك أطراف وجواسيس متهمة بتسريب هذه الملفات هناك حتى تم اتهم الجزائر يعني إسرائيل تهمت الجزائر بأنها هي اللي كشفت هذه الملفات ولكن بعد تحقيقهم زعمة اكتشفوا أنه كان هناك عندهم ربعة مسؤولين سبحانيخاتي ربعة مسؤولين ما كشفوش إذا هم جواسيس ولكنوا يخذوا فقط هكذاك ولا بالغلط قاموا بالكشف وتسريب معلومات مهمة عن الأمن الإسرائيلي تم ارشاكم في هذا الموضوع قلونا نراكم في التعليقات في الخبر الآخر صوتين من الإسرائيل للإسرائيل واحدة أخرى ورهي غير قدام نابرك وهي المروق المروق خوتي ولت عيني عينك تسرق في صور من الجهات الجزائري والاستعمال فناصف الجزائر وتستخدمها على أساس أنها مروقية فمثلا شوفوا خوتي هذا الصورة وجريدة هايسبريس شاي تطر عليها نالي حوص على مصدر الصورة هذه خوتي طبعا لباكم بلي هذا الصورة كلها جاي من الجزائر فمثلا عن جريدة الشروق ايضا نشرت هذا الصورة لانترنتها شوية قيلة خوتي سهولي ذوق جي هايلك مختلف المواقع تنشر نفس هذه الصورة خوتي شفنا المروق سرقتها وتهتر زعما على الاستعمال فرنسي في المروق الى انه هذه خوتي في الجزائر يمكن تقرأ هنا يقال لك The Algerian Revolution Through Movies يعني يقال لك ماذا بي هالجزائر الان تقوم ب تدير أفلام باش تتوضح للناس كيف كانت في الثورة الجزائرية عدنا فيلم واحد وقدين بزاف كثير من الفلم تعالى باطا يضارجي هذك شباب بزاف ولكن ايضا الجيل الجديد خاصة فيلم يكون زعما يتماشى مع الكاليتي ديموش تاع السينما الحالية ايضا كان كثير من الصور كما قلتكم هذه نفس الصورة اللي استخدمتها المروق هي خاصة بالجزائر مهي مراح نشوفوا هذه الصورة اللي لا يسرقتها المروق وش هاي تقول فيها هروا هروا شوش هاي تقول فيها يقول لك هل يقر مكرون بجرائم الاستعمال الفرنسي في حق الشعب المغربي وحط لك صورة نتع الجزائر خاتو يعني بزاف المخلوقات لا لا شو قل لك هنا وعلى ذا محمد خاتو شو قلهم عندما يكون تاريخك النضالي الوحيد هو معارك داخل أصوار حي بوسبير أبوب بوب 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 لا بد أن تبحث عن أي حفرة لتدس فيها رأسك تطفلك على تاريخ الآخرين بين قوصة الجزائر لن يمنحك الشهادة عذرية جديدة ليس بسرقة صورة معركة الجزائر ستقنع الناس بالعكس يعني منك شو تسرق صورة معركة الجزائر وتقول باللي يدي المروق واستعمار الفرنسي والذاكيرة بزار الشغل هو مع خاوتي صور كما هذه تعجرائم الفرنسي في بلدهم ما تلقاش منها بزاف لأن الصور هذي خاوتي تجري في باكم باللي كلها مأخوذة من طرف الاستعمار الفرنسي بنفسه هو ليكني وثق الجرائم بتاعه في الجزائر ورغم هذا كان منها بزاف نروحوا الآن لإسبانيا حيث كان هناك غضب شعبي كبير جدا من بيدرو شانسيز رئيس المزراء الإسباني كما كنت شوفهم يضربوا له في طنوبيل تاعة ورمي يكسروا له فيها هذه خاوتي عليه مباشرة بعد الفيضانات اللي صارت في فرنسيا كما كنت شوف هنا واحد داخل عليه بفرط واحد يضرب من بركو على الطنوبيل الحاجة اللي بفهمتها شخوتي وتاع الغضب بتاعهم هذا كله لماذا؟ يعني والله ما فهمت يعني هل شانسيز هو اللي طيحة لهم شتاء وبوشي لهم الدنيا؟ هذا الأمطار كانت غزيرة لدرجة يعني لا تحدث كثيرا قلت لك شعب إسباني غاضب من رئيس وزراء شانسيز بعد أن تخلت عنه السلطات أثناء وبعد الكارثة على الفيضانات الأخيرة التي أودت بحياة أكثر من مئتين شخص في إسبانيا أثناء زيارته للمناطق التي غمرتها الفيضانات اليوم طارده الناس وفريقه وسبق أن طاردوا الملك وكل المسؤولين يعني خلاص الإسباني الآن رهم غاضبين أيضا هناك أمور خلت الشعب الإسباني غاضب من الحكومة الإسبانية ولكن أيضا هناك أمور أخرى خلتهم متوافقين معها خلينا نقول فمثلا خواتي هذه الإحتجاجات التي ترون فيها خواتي كلها هي من إسبانيا نعم الحكومة الإسبانية رسميا أعلت الإنضمام إلى محكمة العدل الدولية في رفعها قاضية ضد الكيان الصهيوني كما راكم تشوفوه هنا راه مكتوب شوفوا هذا الخبر الشي يقوله بقية أخواتي نترجم لكم وهنا خواتي الشعب الإسباني كله راه فرحان بهذا الأمر قال لك إنضمت إسبانيا إلى جنوب إفريقيا في قضية محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل إسبانيا إلى على الجانب الصحيح من التاريخ نعم خواتي تمرشاكم في هذا الموضوع أيضا قلونا رأيكم في التعليقات كما راكم تشوفونا وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى أن الفيديو يكون أعجبكم إذا أعجبكم خواتي كما وصلتكم فالأول اشتركونا في القناة وفعلوا الجرس وانتظرونا ما زال عادنا المزيد من الأخبار والمواضيع شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء